طامح الواتيك توقيت فكرت الزنوني بغدادة عدلين فكرت الزنوني بغدادة عدلين فكرت الزنوني بغدادة عدلين فكرت الزنوني بغدادة عدلين يا من العدابة اوه يا ايابة هلك ربك لك غلبي عدابة اوه يا ايابة موسيقى كمي هزارة موفيدة اشتاوشار للاستضافة وشكرا للتقديم من الممكن ان نتحدث عن مقام العجم خاصة بعد الشرح الوافي يتفضلوا بالاساكدة كون ان هذا المقام يخلو من نغمة الربع ان خلو هذا المقام من نغمة الربع ساعد على انتشار بعض الاغاني والمقضوعات الموسيقية العربية والشرقية في الموسيقى الاوروبية بكون الموسيقى الاوروبية كما هو معروف تعتمد في تلاحينها وما تقدمه من سيمفونيات وكونشيرتو وانواع اخرى من المعذفات على مقامي العجم والنعود ومشتقاتهما بالطبع لهذا فان الموسيقى العربية والشرقية اخذت طريقها الى الاسماء الاوروبية بواسطة هذين المقامين اذكر في هذا المجال ان كثير من المهرجانات والاحتفالات التي درت في العواصم الاوروبية وزارتها ادت فرق عراقية من بين فرقة التراث العراقي استطاعت ان توصل الى الجمهور الاوروبي بشكل خاص كثير من القطع والاغاني العراقية وفقارين المقامين هذه نقطات النقطة الاخرى ان مقام العجم بالذات ساعد الملحن العراقي المعاصر على وضع الحانة وفق هذا المقام من اجل ان تأذف من قبل الالات الثابتة ساعد طبيعي هذا المقام الاستاذ الناق قد هلال عاصم يتكلم عن مقام العجم عجم عشيران تراث العربي لأسماء الفرق الاوروبية في المهرجان القادم في مهرجان برلين للاغنية الشعبية اللي راح تتأدي العزف هي فرقة سيمفوني لبرلين فكيف العراق دعي للمشاركة كيف راح يشارك قاموا الموسيقين العراقيين بكتابة الاغاني التراثية والفولوكلورية العراقية وفق هذين المقامين وهما العجم والنعاونت بالشكل الذي تستطيع الفرقة في اوروبا واي فرقة اوروبية انتقدم هذا اللون من الموسيقين لاحظنا بالتأكيد ان خلال عزف الاستاذ غانم حداد التقاسيم اللي قدمها الاخيرة مرورة على مقام الصبع طبيعي هذا من الممكن ان يمر لان العازف على الواترية يتنقل من المقام الى اخر ولكن ايضا بطبيعي بحريثة ولكن ايضا من اجل اكتمال المقام انه لما اجي يريد يقفل اعود تسليم مثل ما يسمون في المقامات لما اجي يسلم سلم ايضا على درجة مقام العجم هذا يعني بشكل علمي على ان المقامات العراقية وطبعا بضمنها المقام الميجر اللي نتحدث عنها هو العجم وشيران هي ثروة ثروة متكاملة وفق ليس في تقديري انا وانما هذه مسألة مشهود الها لخلو بعض موسيقات الشعوب من المقامات اللي احنا نشير الها بقولنا انها مقامات تتخلى لها نغمة الربع المقامات اللي تتخلى لها نغمة الربع انا احب ان اؤكد من خلال هذا البرنامج بانها ثروة صحيح وهذه المقامات اللي هي تأطي لموسيقان العربية طابعها الخاص وبصماتها كمقام الرس والسقاء والبياد والصبع والمقامات الاخرى التي تشتق منها شكرا مستاذ الال يعني في الواقع انه الصفاء الروحي التنشدة الوجدانية الانسانية لا تتجسد الا في الموسيقى العربية عزائي نشكر الاستاذ هلال وانه ادو من الاستاذ الحاج هاشم الرجب نعم ان يحلل مقام العجب عشيران العراقي نعم مع تطبيقات بصوت الفنانين حمز السعداوي عبد المجيد العاني نعم مقام العجب عشيران مقام العجب عشيران يغنى في الفصل الرابع من الفصول للمقام وهو فصل النوى وموقعه المقام الثالث من الفصل نوى مسجين عجم بنجداء راجدي هذه خمس مقامات يحتويها الفصل الرابع وهو فصل النوى ويغنى مقام العجب بالشعر العربي الفصيح ولا تصاحب موسيقى الايقاء من اوله الى اخره وهو مثل ما قلنا انه من الانغام العالمية مو فقط الشرقية والعربية هو انما من الانغام العالمية مقام عالم نعم وهو من المقامات المطلقة وهنا انطبق فقط المكانات التي فيها اختلاف في التحرير في التحرير وفي الميانة مقام العجب يحرر من من الدرجة العجم التي هي سي بيمول العالي ثم يأخذ ابيات من الشعر بنغم التحرير ثم تأتي الجلسة وهي نزول من العجم الى العجم عشيران من السي بيمول العالي الى السي بيمول الواطي ثم تأتي الميانة وهي من البياض بعدها تأتي قطعة الصبع وتعقيبا على الاستاذ هلالعاصم انه الاخ اخذ قطعة صبع في تقسيم مقام العجم فان في مقام العجم ايضا تدخل قطعة صبع وفي مقام الخلوة ايضا تدخل قطعة صبع كما سمعناها من الاخ حمز السعداوي في مقام الخلوة ثم بعد الصبع يأتي التسليم وهو مثل جلسة النزول من الجواب الى القرار من السي بيمول العالي الى السي بيمول الواطي وهو نهاية التسليم ومنهم من يعيد ومن يعمل ميانتين في العجم ولكن هذا ما الهاء موجب لانه متشابهتين وهذا ما الهاء لو يوجد اختلاف بين الميانتين يجوز انه واحد يسوي ميانة مثل الرئيس اكو ميانتين ثلاثة بسي قاو ميانتين اكو ميانتين بالمعصول ميانتين لكن في مقام العجب متشابه موسيقى 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 محمد الرجب محمد الرجب موسيقى 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 يام 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 هذا نوع من الميانة والان نشوف النوع الثاني من الميانة من الأخ حمزة وزارة وزارة المترجم للقناة المترجم للقناة